صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس بالموقع التاريخي لباب المكينات بفاس حفل افتطاح الدورات السابعة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العارقة الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع شوقاً لروح الأندلس وبهذه المناسبة تبعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالمنصة الرسمية حفل افتتاح هذه الدورة التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية الفاتح من يونيو المقبل والتي تحتفي بإسبانيا كضيفة شرفة وتميز هذا الحفل الافتتاحي المنظم تحت شعار زرياب أو الوتر الخامس والذي شكل دعوة لرحلة نحو مصادر إلهام الموسيقى الأندلسية بين السماء والأرض والجبال والقصور بمشاركة ثلة من الفنانين دوي شهرة عالمية من جميع الآفاق يجمعهم السعي وراء المقدس وينهل هذا الحفل الذي يغوص في عوالم الموسيقى العربية الأندلسية من إرث الفلاسفة القدامى كالفردوسي أو الكندي الذين استلهما بدورهما من فكر فيتاغورس وأفلاطونة وحملت أنغام الشاعر والمغني والموسيقار الكردي الأصل أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب طائر أسود اللون الحاضرين في هذا الحفل الماتع في صفر بين السماء والجبال وصولا إلى قصر الأمويين للأمير عبد الرحمن الثاني بقرطبة من خلال عرض يجمع فنانين قدموا من أسباكستان وإيران وسوريا والهند وإسبانيا ومصر وإيطاليا وأرمينيا وفرنسا والمغرب واتسمت هذه الأمسية الافتتاحية بباقة من العروض لفنانين مرموقين وفي ختام هذا الحفل الافتتاحي أشرفت صاحبة السمو الملكي الأمير للا حسناء على تسليم جائزة المواهب الشابة روح فاس لخريجي المعهد الموسيقي بفاس المنظمة بشراكة مع مؤسسة روح فاس ويتعلق الأمر بجوائز الكمان والقانون الممنوحة لخديجة عميري وعمر بن حي صدفي وياسر تجمعتي ومريم شكرادة إثر ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكي صورة تذكارية مع الفنانين